السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحد أنواع الدعاية العجيبة والمثيرة للجدل التي شاهدها الجميع عادية في ستينيات القرن الماضي حيث جرى استخدام الأطفال ببساطة للترويج عن أحد أنواع السجائر الكوكيين للإسنان صدق أو لا تصدق كان مخدر الكوكيين هو العلاج الأفضل لمشكلات الإسنان المؤلمة ما بدى وإنه أمر تقليدي تماما خلال عام 1885 كنيسة متنقلة صورة التقطت في عام 1922 تشهد وجود سيارة فورد عليه أتكنيسة صغيرة تتنقل في الشوارع المختلفة ويقودها قص يعمل على نصح المواطنين الذين يركبونها ألعاب قديمة في العام 1973 وقبل ظهور ألعاب الكمبيوتر والهواتف الحديثة كانت تلك الألعاب الخطيرة نوعا ما هي الوسيلة المسلية المنتشرة في بريطانيا كرسي الطفل في عام 1940 كان من المعتاد أن تشاهد السيارات وهي مزودة بتلك الكراسي ليقلس عليها الأطفال الصغار وهي بعيدة كل البعدان معايير الأمان قبل ظهور العلاج صورة حزينة ولكنها تعبر عن مأساة عائشها الكثير من البشر مع بدايات القرن العشرين حيث تكشف اللقطة عن رتائي أبين وأمين لأطفالهم الخمسة الراحلين خلال أربعة أيام قبل ظهور علاق مرض الخناق الشائع حينها بسنوات أرجو أن يحوز الموضوع على عجابكم لا تنسوا الاشتراك والعقاب بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته